تعاني محافظة بابل كغيرها من المحافظات العراقية من إهمان الخدمات وتدهورها ما أدى إلى انهيار البنى التحتية وزيادة معاناة المواطنين حي الأكرمين أحد أحياء محافظة بابل يعاني من انعدام الخدمات الأساسية فضلا عن تكدس النفايات وانتشار الأمراض عم لا ماء لا كهرباء مستوصف أكبر منطقة بالحلية هاي الأكرمين يسأل عليها ما بيها مستوصف اتعادل أربع مناطق من الحلية أكبر منطقة شعبية هي مستوصف تروح للطهمازية للمهندسين تبليط ماكو انعدام الخدمات في حي الأكرمين وانتشار النفايات تسبب بموجة غضب لدى السكان الذين اتهموا الحكومة بالوقوف وراء مشاكلهم التبليط ما يجينا بالحلم ولا الخدمات ولا المجاري ولا أي شيء سواء هنا مجاري أهلية جمعة وتشنفلس من كل بيت وفاشلة الطق المجاري وتفيض المناطق كلها والروائح الكريهة والأمراض بلدية بابل وبدل من إيجاد الحلول لمشاكل السكان هناك حولت الحية لمكبل للنفايات بحسب الأهالي فضلا عن عدم تجاوب الجهات المختصة مع شكاوى المواطنين أما المسؤولون في المحافظة والأحزاب السياسية فقد استغلوا معاناة الحي من أجر مصالحهم الشخصية وحملاتهم الانتخابية والله يعني بس من تجين الانتخابات يجون عنا نبلط لكم شوارع عينكم نسوي لكم شيء كل شيء ما يسوي هذا قبل 25 سنة نبلط عد الحكومة ما أخذين فلوسها ما أخذين فلوسها وهذا إحنا الشارع هذا دفعنا كل واحد 75 لبدينار قصينا الشارع وذبينا سبوز ذبينا يوميا عد الشارع وجهة البلدية كرفتها وراحت أجه بدرياه هو مسؤول حزبي كرفها وراح بس يصورون ويرحون وكل شيء ما نفتيهم ريد نفتيهم الموضوع شنوه سوونا تبليد قالوا تبليد جيبوا الحادلات وجيبوا المدشلوان واشتغلوا وما افتهمنا لا حادلات ولا تبليد ولا كش ما حال الخدمات في حي الأكرمين ببابل لا يختلف كثيرا عن باقي المناطق في العراق حيث تعاني جميعها من انهيال البنى التحتية والخدمات الأساسية على الرغم من تخصيص مبالغ كبيرة للمشاريع الخدمية التي لم ينفذ أي منها بسبب الفساد الحكومي من قشف تبليد س케이 vive عائل الرسال عائلة ات. شكرا